طبعا قرية غواط هذه تقع داخل واحد غواط وتعتبر من أحد المدن القديمة التي تحيط بها حوالي سبع قصور ويوجد في جانبها طبعا بحيرة تسمى بحيرة غواط طبعا منطقة غواط مدينة غواط الأترية تعتبر من أحد المدن القديمة ويوجد بها حوالي أربع أبواب باب من الشرق وباب من الغرب وباب من الجنوب ويحدها طبعا حتى من جانب الجانب البحري يوجد قصر آخر وتعتبر هذه المدينة القديمة ربما يقال الله أعلم أنها أكثر من سبعمائة سنة تشتر هذه المدينة يوجد بها طبعا عدة أحياش في داخلها وأيضا يوجد بها صور وتوجد بها مقبرة في طبعا أجدادنا في السابق لما أتوا وغرسوا النخيل طبعا وجدوا قبور والقبور طبعا تدل على دفن إسلامي هذا يدل على ربما تكون تأسست في عهد الفتحات الإسلامية أو ما يقاربها يعني ونتمنى من وزارة السياحة الاهتمام بهذه المناطق الأترية وإن شاء أن نتمنى من وزارة التعليم أيضا الاهتمام بما أن منطقة الجنوب تشتهر بالمناطق الأترية نتمنى منها إنشاء كلية للأتار والاهتمام بهذا الصرح العظيم وهذا يدل على أن هذه المنطقة كانت في السابق تعج بكثير من الأمم شكرا